قبيل شهر أو أكثر بقليل أقرت الاتحادات الخليجية بأحقية العراق باستضافة خليجي 25 العرس الكروي الذي يتشوق العراقيون لاحتضانه منذ عقود مناسبة مثل هذه توجب علينا استذكر رجل تحل هذه الأيام ذكرى الأولى لرحيله متأثرا بمضعفات إصابته بفيروس كورونا العين ألا وهو رجل الأعمال العراقي المعروف عبدالله عويز لجبوري الذي توفي في الخامس من محرم الحرام العام الماضي وهو صاحب المسيرة الحافلة بالمنجزات التي كان أخرها بل أبرزها إنشاء المدينة الرياضية في البصرة وملعب جدع النخلة الراحيل جبوري ولد في ناحية القاسم بمحافظة بابل وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة البصرة ويبدو أن ذلك كان أحد أسباب عشقه لهذه المدينة وإصراره على إنجاز مشروع المدينة الرياضية التي تحتضن ملعبا هو الأول عراقيا ومن بين أفضل الملاعب في العالم المدينة الرياضية منذ إنشائها من قبل الراحل وشركته أصبحت إحدى معالم البصرة لتضاف إلى شناشيل والكرنيش وشط العرب وتمثال السياب وغيرها الجبوري رحل عن عالمنا من دون أن يرى بعينيها تحقيق الحلم وإقامة البطولة على الملعب الذي أنشأه لكن البواسطة المحبيه أن نسمعه سيكون حاضرا في الملعب وسيتردد على مدرجاته وفي أروقة البطولة وسيدكره الأوفياء اعترافا بفضله وعرفانا بإنجازه اشتركوا في القناة